فبقاء السحر وانتشاره مؤذن بخطرٍ داهم ذهاب الإيمان وذهاب العقيدة من الناس وقد ذكر ابن جليل الطبري ونقل هذا أيضاً الحافظ ابن كثير الدمشقي في تفسيره العظيم قصة عجيبة قال ابن كثير إسنادها جيد إلى عائشة رضي الله عنه أن امرأةً من دومة الجندل أتت المدينة تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بقليل عليه الصلاة والسلام فقيل لها بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات تقول عائشة فبكت بكاءً عظيماً فسألتها فقالت إنني فقدت زوجي زوجها ذهب في تجارة ففقدته تقول فأسأل عنه فجاءتني امرأة ساحرة قالت تريدين أن تجد زوجك قلت نعم قالت تفعلين ما أريده منك قالت لا بأس قالت فأتيت فأتتني بكلبين أسودين أتتني بكلبين أسودين فركبت واحداً وركبت الآخر فطار بنا إلى بابل تقول فأتينا إلى رجلين معلقين بأرجلهما فقال ما تريدين يا أمت الله قالت أريد أن أتعلم السحر فأمراها بأن تنصرف وقال لها إنه كفر قالت فأبيت أبت إلا أن تتعلم السحر فقال لها اذهبي إلى تلك النار اذهبي إلى تلك النار وبولي فيها تقول فأتيت إلى نار مؤججة ففزعت فرجعت إليهما فقال ماذا صنعت قالت بلت فيها فقال لها ماذا رأيت قالت لم أرى شيئاً فقال كذبتي ما فعلت اذهبي فذهبت المرة الثانية فخفت تقول من النار فلما رجعت قال ماذا فعلتي فقالت كذا وكذا فقال كذبتي ما فعلتي ففي الثالثة لما ذهبت تقول بلت في النار فرجعت إليهما فقال ماذا فعلتي قالت بلت في النار فقال لها ماذا رأيتي قلت رأيت فارساً مقنعاً خرج مني فطار فاختفى في السماء فقال ذاك الإيمان خرج عنك نسأل الله العافية ذاك الإيمان خرج عنك ثم قال لها خذي حباً ففركي ففركته ثم قال لها قولي ازرع فزرع قولي احصد انبت فنبت ثم قال لها قولي احصد فحصد كل هذا سحر علماها إياه وفقدت الإيمان فرجعت تبكي تريد حلاً فكلما أتت صحابياً قال لها والله ما ندري ما نقول تقول عائشة يمنعهم الورع أن يقول لها شيء والمعنى أخواني وأخواتي أن السحر والسحرة هم مسمار في نعش الإيمان فيجب على الناس أن يتنبهوا لهذا وأن لا يتساهلوا فيه